لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا العام ينظم يوم حقوق الإنسان حملة تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين المقبلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر هذه الوثيقة هي الأكثر ترجمة في العالم وهي متاحة بأكثر من خمسمية لغة يضع الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم القيم العالمية يضع معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص ويفضل الأعلان الالتزام بالدول ومبادئها تم إحياء الكرامة للملايين ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا وفي حين أن ما يصب إليه الإعلان لم يتحقق إلى الآن ولكن في الحقيقة يمكن القول أنه قد صمد أمام الاختبارات على مدى الزمن وهذا يدل على الطابع العالمي الدائم والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنح القوة للجميع حيث أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948 نحن بحاجة اليوم إلى الدفاع عن حقوقنا أكثر وأكثر وأكثر وحقوق الآخرين وأن نتمسك بالحقوق التي تحمينا جميعا وأن نعزز بذلك الصلة بين جميع البشر فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنحنا القوة وأن هذه الحقوق مشتركة بين الجميع في كل يوم أن إنسانيتنا المشتركة متجدرة في هذه القيمة العالمية وأن المساواة والعدالة والحرية هي حصن من العنف واستدامة للسلام وأن كانت هذه الحقوق مهدورة فإن الجميع في خطر داهم فإننا اليوم بحاجة لأن نقف جميعا مدافعين عن حقوقنا وحقوق الآخرين وشكرا